المادة من مواد التخصص التبريد والتكييف هنتناول مع بعض فيها تاني حلقتنا وهنتكلم النهاردة ان شاء الله بأمر الله عن في موضوع تاني وين الموضوعات اللي بيكلم فيها وهو المسجلات الجامعية كنا في الحلقة السابقة تناولنا الدوائر المركبة وفي الدوائر المركبة اللي احنا تناولناها اتعليفنا زي نتعلم اسلوب البرمجة وبعض الاسريب المختلفة ثم اتكلمنا على خاصية المسجلات ماركرز وازاي بنتعامل معها والنهاردة اسلوب تاني من اساليب البرمجة في شغل الدوائر المنطقية وهو اسلوب المسجلات الجامعية طيب المسجلات الجامعية دي هي اسلوب من اساليب البرمجة لما يكون عندي دوائر كبيرة ومحتاج ان انا اعمل عملية اختصار لبعض الدوائر اختصار بمعنى ايه؟ ان انا اصفي الدوائر بحيث ان في النهاية بتبقى اما كلها بوابات انت او كلها بتكون بوابات اور بحيث يمكن ان انا اخد الدوائر كلها مع بعض تديني ناتج تمام طيب المسجلات الجامعية دي بتعتمد على مجموعة من الرساط يعني أنا باخد المنظومة بتاعتي بقسمها لمجموعة أجزاء وبعد كده زي ما كنا مثلا لو عندي معادلة طويلة بالمعادلة الطويلة احنا بناخد جزء ونصفيه وناخد جزء تاني ونصفيه وبعد كده بناخد الأجزاء دي كلها مع بعض عشان نحصل على الناتج طيب تعالوا نبصوا مع بعض كده على المصود بالمسجلات الجامعية وعندنا ومبعنا المسجلات الجامعية المسجلات الجماعية زي ما قدامنا كده هي عبارة عن وسيلة بتستخدم لاجراء نتائج وسطية في تتابع بيصل الى 8 مجموعات من النتائج الوسطية يعني انا باخد كل مجموعة مع بعضها بتعتبر نتيجة لوحدها وبعد كده باخد نتائج المجموعات دي مع بعضها بتديني الخارج النهائي وبالتالي انا ما بحتاجش لخاصية المسجلات ماركرز يبقى انا مش محتاج هنا لخاصية الخزن او خاصية المسجلات ماركرز عشان كده احنا بناخد مجموعة الرصاص دي بتكون في نهاية اول خارج للمسجل اول خارج للمسجل طب تعالوا بسرعة بقى نشوف كده مع بعض مثال ونشوف هيكون الوضع بتاعنا عامل ازاي قدامنا دايرة من الدوارة التحكم السلكية اللي قدامنا بالشكل ده الدايرة دي مكونة من 6 دخول اللي هو I1 خلاص او I00 و I01 و I02 و I03 و I04 و I04 و I05 والخارج Q00 طيب الدائرة دية لو بصيتوا حضرتكم هي مكونة من مجموعة بوابات اور وفي النهاية حيتم تجمعها مع بعضها بوابات اند طيب بوابات اور اللي موجودة معي يعني الدخل مسلا عندي I00 علاقته مع الدخلة I01 اور تمام فانا هعتبر دي كده رصة هتبتدي ب I00 هتنتهيب مين هتنتهيب I01 ولكن مش هطلع خارجي مش هقول يساوي الخارجي مسلا كزا زي ماركرز زي ما كان في المسال اللي فات او في الحلقة الماضية طيب انه وجينا بصنا برضو للدخل التاني I02 مع I03 مع I04 دي اعتبرها هي كمان رصة فدي الاول نية دي الرصة الاولى ودي الرصة التانية هاخد المفتاح I05 بيعتبر هو كمان رصة لوحده طيب اذا بالتالي انا بقسم دايرة التحكم بتاعتي لمجموعة رصات مجموعة مين رصات الرصة الاولى والرصة التانية والرصة التالت وبعد كده هاخد نتاج وسطية بين اخر رصة مع بعضها يعني علاقة الرصة الاولى اخيرة مع اللي قبلها ايه and واللي طلع منهم الاتنين علاقتوا مع اللي قبلها ايه تانية مع بعض and توالي تمام طب تعالوا نشوفها مع بعض كده قائمة التعليمات instruction list اللي دارت تحكم الوضحة قدامنا دي هيكون وضعها عامل ايه لو بصنا هنا قائمة التعليمات زي ما كلمنا مرافاتي بتتقسم لثلاث اعمدة العنوان والتعليمات والمعطيات العنوان ده ترقيم كل سطر من السطور اللي هيتم ادخالها في البرنامج والتعليمات هي العملية اللي هقوم بتنفذها والمعطيات اللي هي معطيات خاصة بعملية الداخل والخارج ان كان فيه طيمرات او ان كان فيه عددات او موز مختلفة طب تعالوا نشوف بقى كم برنامج بتاعي احنا نتفاعلها مع بعض ان ناخد هنا المفتاح موز 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 مو اربعة دي رصة تانية. رصة التالتة المفتاح اي زيرو خمسة. اي زيرو خمسة. يبقى لود اي زيرو خمسة. طيب انا حملت التلات رصات. باجي عشان اقول علاقة الرصة الاخيرة مع الرصة اللي قبلها احنا قلنا توالي. توالي يعني اند. بس هنا بقى المرة دي بكتب اند في فراغي. يعني بكتب اند وبكتبش جنبها اي معطيات عندي في الجدول. طيب اللي طلع من الرصتين دولة الاخر علاقته مع الرصة اللي قبلها ايه كمان اند برضو. خلاص فيبقوا معامل اند تانية في فراغ برضو. بحيث ان يكون اللي اتنين اند دولة هم محصلة التلات رصات اللي عندي عشان يديني الناتج النهائي اللي هو يساوي كيو زيرو زيرو. يبقى بالتالي احنا لاحظنا حاجة. ان كل ما يبقى عندي مثلا تلات رصات هيكون في اتنين اند فراغ. ازا انا على الاقل خالص كمان انا ما ينفعش احط اند فراغ. او مثلا اورف فراغ. خلاص? الا بعد على الاقل رصتين اتنين. ممكن اعملها بعد رصتين اتنين? وممكن اعملها في نهاية الرصات بالكامل واقول علاقة المفاتيح او علاقة الرصات دي مع بعضها اين. تمام? طيب ازا دلوقتي انداج التحكم من اتنين اورا همت مع بعض. وبعد كده فيه تلاتة اور. وبعد كده المفتاح لوحده. عملت كل مجموعة من دولة رصة. وبعد كده اخذت كل المجموعة علاقتها مع اللي قبلها. هم علاقة المفاتيح مع بعض اور ثم علاقة نتائج الرصات الوسطية مع بعض من ان؟ طيب نبص كلا مع بعض على مسال تاني وده مدائر التحكم هي فيها برضو مجموعة من المفاتيح الداخل اي زيرو زيرو واحد واي زيرو اتنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة والخارج بتاعي كيو زيرو زيرو. الدائرة دي المطلوب فيها ايه؟ المطلوب فيها انه عايز يكتب قائمة التعليمات باستخدام خاصية المسجلات الجامعية. اذا انا ما بتكتبش قائمة التعليمات بمزاج كده يطلب هنا اسلوب البرمجة. سواء كان كاتب المسجلات الجامعية او كان كاتب المسجلات. وبالتالي انا لما بكتب هنا عندي المسجلات الجامعية يبقى لازم الاتزم بالاسلوب اللي احنا موضوعنا النهاردة. لو بصنا لدائرة التحكم دي. حتلاقي فيه مفتاح هنا على اليسار هنا. اي زيرو زيرو فيه مفتاح اتنين على اليمين. هل ينفع ان انا ابدأ بالمفتاح اي زيرو زيرو. واقول بعد كده اور اي زير واحد الرصة واحدة اخدها ازاي? طالما هنا فيه مفتاح واحد على اليسار اي زيرو تلاتة. هي مفتاح واحد للامين اي زيرو زيرو. وفيه عندي مفتاحين اتنين مع بعض اند اللي هما اللي في المنتصف. ببدأ برضو بالمجموعة وبقوم اول الحمل اي زيرو اربعة. اند اي زيرو خمسة. علاقة اور مع اي زيرو زيرو. ثم ايضا مع اي زيرو ستة. خلاص? ايبك انا باخد المفاتيح اي زيرو اربعة. اند اي زيرو خمسة ار اي زيرو ودي رصة. علاقة رصتين الاتنين مع بعض علاقتهم توالي. ازا انت والي هقول اند فراغ بتساوي الخارج كيو زيرو زيرو. تعالوا نشوف كده قايمة التعليمات بتاعتي هيكون شكلها عامل ازاي. ادي المخاطر السك زي ما احنا اتكلمنا مع بعض وادي قايمة التعليمات. اول حتى انا قلت ايه? لود اي زيرو اي واحد اند اي زيرو اتنين. هدي هنا اي زيرو واحد اند اي زيرو اتنين. اي زيرو واحد بعد كده. هالمفتاح ده هاخدوا معهم مباشرة انتقال مباشر. يبقى اور اي زيرو اي اور اي زيرو زيرو. دي كده هاعتبرها بالنسبة لي رصة. الرصة التانية هتبتدي بحمل تاني. لود تاني. يبقى هنا لود اي زيرو اربعة اند اي زيرو خمسة اور اي زيرو تلاتة اي اور اي زيرو ستة. يبقى قدامنا هو تعال الشاشة. لود اي زيرو اربعة اند اي زيرو خمسة اور اي زيرو تلاتة اور اي زيرو ستة. علاقة رصتين مع بعض علاقة ايه? علاقة اند. عشان يساقوا معي الناتج النهائي اللي هو كيزر زيرو. ما ننساش اند الفراغ يعني ما فيش حاجة مكتوبة جنبها. اذا الرصة او العلاقة اللي بتربط رصات مع بعضها ما بيكونش اي قيمة مكتوبة قدامها في المطاط. دي معناها ان الاند دي عبارة عن مجموع الرصتين او نتيجة الرصتين اللي تم تحملهم في الخطوة الماضية. طيب نشوف تاني جزء تاني كده ممثال مع بعض. المثال اللي قدامنا على الشاشة عدد كبير قوي من المفاتيح. انا ما بيهمنيش انا النهاردة ان انا بصنا العدد المفاتيح وعدد الدخول اللي ازاي انا ممكن اقسم مجموعات او الى رصات. يعني مثلا كده. لو بصنا هنا مفتاح ايزيرو ايزيرو واحد وايزيرو اتنين وايزيرو تلاتة وايزيرو اربعة وايزيرو كام? خمسة. المفاتيح اللي قدامنا دي ملحى المفاتيح اللي ديت هل ينفع اخدهم كلهم مرة واحدة لا طبعا ما ينفعش مرة واحدة هلاقي هنا في رصة او المجموعة اللي هي في النص المفتاحين اي زير واحد واي زير اتنين دول مفتاحين وتلاتة واربعة برضو مفتاحين فلا يجوز على الاقل خالص لازم اصفي اخد واحد فيهم رصة فانا هبدأ معي مثلا اخد اي زير واحد اعتبر ده رصة اعتبر دي ايه رصة وبعد كده هاخد تلاتة واربعة وخمسة وزير زير مع بعض برضو رصة ثم علاقة رصتين مع بعض ايه يبقى انا النهاردة ممكن اخد معي كده اقول لود اي زير واحد اند اي زير اتنين دي كده رصة قدامي ادي في تيبل قدامك اهو لود اي زير واحد اند اي زيرو مين اتنين هبدأ رصة جديدة بلود تاني هقول لود اي زيرو تلاتة اند اي زيرو اربعة اور اي زيرو زيرو اور اي زيرو خمسة دي رصة تانية تمام اذا ممكن هنا صفي بقى اول بول الرصتين دول مع بعض. انا كده حملت على الاقل كم رصة دلوقتي? رصتين. طب العلاقة بان الرصتين دول مع بعض ايه? اورف فراغ. انا عملت اورة هوت. مفيش حاجة مكتوبة جنبها. يبقى اورف فراغ. والتالي انا كده جمعت الرصتين دولت. دلوقتي بقت نتجتهم رصة واحدة. يعني اعتبر المجموعة اللي فوق دي كلها بالكامل بقت دلوقتي بالنسبة لي هي رصة واحدة. بعد كده هحمل اي زيرو ستة اور اي زيرو تسعة. اور اي زيرو عشر. دي رصة تانية. خلاص. حمل اي زيرو حداشر. اور اي زيرو اتناشة. دي رصة تالتة. ازا هنا انا حملت دلوقتي تلات رصات اهمت. وكان في نتيجة رصة قبل كده يبقى فيه كم رصة? اربع رصات. اربع ايه? رصات. طيب هنقول علاقة الرصة الاخيرة مع اللي قبلها. او او فراغ. ادي اول فراغ. طب اللي طلع مع الرصة اللي قبلها? كمان اند. اللي طلع مع الرصة اللي كانت فوق كمان اند. ازا انا هنا حملت اربع رصات او كان عندي نتائج اربع رصات وسطية. بالتالي هيكون عدد اند فراغ اللي موجود منها اقل من عدد الرصات بواحد. يعني لو كان عندي اربع رصات بيكون فيه تلاتة اند فراغ. لو كان في رصتين بيكون في اند مثلا فراغ واحد. خلاص? لو كانوا مثلا تلات رصات بيقوا ايه? اللي هو اشتركين اند في فراغ. عشان نساوي الناتج الناجا اللي واتيYu zero ازال نور بصنا تاني كلا مع بعض. نаемكتاني. انا عندي المجموع الفودي اسامتها الرسطين. اسامتها ايه رسطين؟ خط اي zero zero خلاص. اللي هو والوحد هو مع تلاتة واربعة وخمسة دي رسة وخط واحد واتنين مع بعض ايه؟ رس. فقولت لود اي zero واحد اند اي zero اتنين ادي اول رسة الرسة التانية اي زر تلاتة اند اي زر اربعة اوù اي زيرو او اي زيرو خمسة الرصة التانية. هلقت الرصتين مع بعض. او في فراغ. بعد كده خدت التلات مجموعات اللي جايين ده كل واحد رصة لوحده. اي زيرو ستة او اي زيرو سبعة. واي زيرو تمانية او اي زيرو تسعة او اي زيرو عشر رصة تانية. خلاص وحد عشر واتناشر او مع بعض رصة تالتة. مع الرصة لابد كده بقى اربع رصات. باخد بعد كده بكتب تلاتة اند في فراغ عشان يساوي الناتج بتاعي اللي هو كيو زيرو زيرو. تمام? اذا دلوقتي المسجلات الجامعية هي اسلوب من الاسليب اللي ممكن نبسط به يا جماعة نبسط به دائرة التحكم اللي قدامنا. الاسلوب ده كان تاني اسلوب انا كان عندي اسلوبين اتنين اسلوب المرة اللي فات كان مسجلات المسجلات اللي خاصية التخزين بس. انما هنا بيسموها او المسجلات الجامعية. في طريقة الانتقال المباشر وديات لما تكون البوابة اللي قدامي او دائرة التحكم اللي قدامي ما مش مستهلة ان انا ممكن استخدم فيها اسلوب من اسليب التبسيط او اسليب البرمجة اللي موجودة معنا. طيب احنا دلوقتي تعلمنا مع بعض ازاي ممكن نختصر اي دائرة من الدوائر التحكم اللي موجودة معنا ان شاء الله بامر الله. ممكن بعد كده نتعامل ونبص مع اي دائرة من الدوائر وازاي ممكن نصفي اي دائرة عندي. طيب لو احنا جينا بصنا تعالى مع بعض نرسل دائرة التحكم ونشوف من الدوائر التحكم الموجودة عندي ازاي انا ممكن استطيع ان انا اعمل اطلع اي بيانات وارسم كمان مش بس قائمة التعليمات اعمل المخطط السلامي واعمل كمان الرمز المنطقي في دائرة التحكم اللي قدامي دي بس قبل ما كمل ديات هنكمل المسال اللي احنا كنا بدأنا من شوية ونشوف المسال ده ممكن نزيار سمله الرسم السلامي واللدى الدياجرام والرمز المنطقي للدائرة اللي قدامي تعالوا نبصوا كلا مع بعض في الشاشة الجزء الموجود معايا تعالوا نشوف الرمز المنطقي الموجود معايا والرسم السلامي اللي عندي على الديم دائرة التحكم زي ما احنا كنا نرسمينا من شوية قدامنا هي ديات بجموعة المفاتيح هنا ما بستخدمش انا مش لازم امشي زي قائمة التعليمات بالزبط يعني انا هنا كل الموضوع في الرسم الالدر دياجرام انا احاول المخطط السلكي الكهرابي اللي قدامنا ده الى مخطط سلامي المخطط السلامي يعني الخطوط الافقية اللي موجودة عندك في الدائرة الكهربية بتتقلي بتبقى خطوط رأسية في المسخطط السلامي والخطوط الرأسية هتقلي بتبقى خطوط ايه وفقية ومجموعة المفاتيح بتاخد رمز الشكل المفتاح اللي قدامنا هنا والبيانات اللي بنكتبها على الرسم السلامي هي بيانات خاص برمجية يعني خاصة بالايو كيو تمام طيب اول خط لو بصين الخطين الرأسي دولت اتقلبه خطين الافقي دولت بتتقلبه خطوط رأسية طب بعدك الخط الرأسي اللي هو اي زير 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 اي اي زير 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 الثاني فيه مفتاحين انت الثالث فيه مفتاحين انت الثالث فيه مفتاح واحد كل المجموعة دي الجمعت مع بعضها بخط واحد افقي كل المجموعة تتقلبت بقى خط واحد ايه رأسه وقفلت المجموعة الاولى اذا المجموعة الاولى زي ما قدامنا كده على الشاشة المجموعة ديت خلاص ادي اول مجموعة المجموعة اللي التانية مع اول خطين اول خطين قدامنا هو خلاص فيه مفتاحين اتنين مع بعض اور فيه مفتاحين مع بعض أور ورجعت قفلوا مع بعض تاني قفلت الخط بتاعي مع بعض بعد كده فيه 3 على نفس الخط الأولاني فيه امتداد كمان مفتاح وقصاده كمان مفتاحين توازل يبقى هنا فيه مفتاح I-08 توازل مع I-09 توازل مع I-多少 وقفلت المجموعة كلها بالكامل بعد كده فيه مفتاحين 2 مع بعض أور اللي هو 11 و12 11 و12 مع بعض أور وبعد كده قفلت المجموعة مع بعضها تمام بعد كده بتساوي الخارج كيوزر زيرو امتعامل القوس بتاعي وكاتب عليه كيوزر زيرو اذا الرسم السلامي بسيط جدا يا جماعة ما هو اللي انا باستخدم بحول الخطوط الرأسية خلاص اللي في دائرة الكهربية الى خطوط افقية والخطوط الرفقية الى خطوط رأسية والمفاتيح بتاخد شكل اللي قدامنا ده جماعة واللي هو عندك الخارجي بياخد شكل القوس والرموز اللي بكتبها عندي او الحروف اللي انا بكتبها عندي على الرسم بتاعي بتبقى رموز برمجية رموز برمجية يعني بالاي والكيو بنفس الترقيم اللي بيكون موجودة عندك على دائرة الكهربية الموجودة معاين طيب لو كان الرمز المنطقي بقى اللي موجود معايا في الدائرة الدائرة ده لو لاحظتم من شوى وإحنا كتبنا وإحنا بنشتغل في البرنامج بتاعين كنا قلنا اول حاجة ان انا حمل معايا المفتاحين اللي هما كانت تلاتة مع اربعة كانت علاقتهم مع بعض انت فانا ببدأ باول حاجة الرمز المنطقي ده هدي حلود اي زيرو تياتا خلاص اند اي زيرو اربعة عملتها بوابة اند وانتو مطلع خارج مؤقت خارج من يا جماعة مؤقت بعد كده خلي بالكم يعني انا حملت في البداية اي زيرو واحد اه المفروض اند مع اي زيرو اتنين فوق هوت دي بوابة اند ولا خارج ما طلعتوش ناتج لسه دي نتيجة وسطية بعد كده كان فيه مفتاحين تانين اللي هما تلاتة خدتوا اند مع اربعة بعد كده اور مع اي زيرو زيرو اور مع اي زيرو كام اي زيرو خمسة اذا نخرج البوابة دي طالما هقل البوابة تانية بيكون مدخل البوابة تانية اللي هي بوابة اور مع كمان المفتاحين اللي هما اي زيرو زيرو واي زيرو كام خمسة طيب بعد كده الناتج بتاحهم انا عملت بعد كده فيه اور في فراغ اور في فراغ كانت خدت ناتج الرصة اندول يعني دي كده اللي هو اي زيرو واحد واي زيرو اتنين ده كان ناتج الرصة الاولى دي كانت رصة تانية. قلت اور فراغ ازا البوابة الكبيرة اللي هو مستطيل الكبيرة انت شايف فيه اكبر من اوسا واحد ده. ده بوابة اور فراغ. اللي جمعت خادت الناتج بتاع الرصتين. وطلعت ناتج جديد. ازا الناتج جديدة ده مجموعة الرصات اللي كانت موجودة في المجموعة العلوية فوق. بعد كده لو لاحظنا. انا قلت لود. بعد كده في مفتاحين اي زيرو ستة اور اي زيرو سبعة. ادي بوابة اور. وبعد كده ستة. مع سبعة. خلاص وكانها الناتج برضو عندي ما طلعش ناتج النهائي لسه. بعد كده حملت بوابة اور تانية بتلات مفاتيح. تمانية. اور تسعة وعشرة. وطلع برضو نتيجة وسطية. بعد كده حملت احد عشر واتناشر. وطلع عندي برضو نتيجة ايه? وسطية. طيب. احنا دل وقت لو لاحظنا انا كان فيه هناك في قيمة التعليمات كان فيه تلات بوابات اند فراغ. تلات بوابات اند فراغ في النهاية. انا ممكن كنت انا هنا عملت اخر رصتين مع بعض اند. ادي اول واحدة. وكان هيطلع ناتج. الناتج ده مع الرصة اللي قبلها كان بوابة اند تانية. وكان هيطلع ناتج. الناتج ده كان مع الرصة اللي قبلها بوابة تانية. وهيطلع ناتج ثم هيطلع على الخارج النهائي. ولكن هنا احنا تبسيطا لرمز المنطقي الموجود معان. لو كانت البوابات كلها في النهاية. بوابة اند على بعضها. تمام? او بوابة اور على بعضها. يمكن تجميع مجموعة اللي هو الاند فراغ او الور فراغ في بوابة واحدة واخد نتائج اللي هو الرصات الوسطية كلها بالكامل الموجودة عند الاربع رصات دولت ويبقى مدخل واحد لبوابة اند واحدة عشان يديني الخارج الموجود معين. طيب. يبقى احنا كده عملنا الرمز المنطقي الخاص بدايرة مين التحكم. لو احنا رسمنا باي شكل من الاشكال مجموعة من دوار التحكم ان انا يوخدنا مسلا مع بعض دايرة تانية من الدوار. بس الدارة دي هنرسمها بقى ونشوف مع بعض كده. ممكن نتعامل مع الدايرة ديت. هناخد المخطة ترامس ازاي? وقيمة التعليمات بتاعتي تطلع ازاي? بكل البيانات الموجودة فيها. يعني لو بصينا كده مع بعض. هنا قدامي اوة دايرة التحكم مكونة من مجموعة منفاتيح. طيب مجموعة المفاتيح الموجودة معي. تمام? في ممكن ما استخدم منها بوابات اين دا او اور. ممكن استخدم فيهم بعض المفاتيح المنفية. وممكن كمان ان انا استخدم بالشكل اللي قدامنا كده. طيب الدايرة اللي قدامي دي. انا لو بصيت ان المفتاح ده اي زيرو زيرو. وده اي زيرو اتنين. وده اي زيرو تلاتة. وده اي زيرو اربعة. وده اي زيرو خمسة. اي زيرو ستة. وده كيو زيرو زيرو. وده كيو زيرو زيرو. مفيش مشكلة ان الممكن يهنا يديني نقطة التلامس كدخل كيو زيرو زيرو. فما عندش اي مشكلة خالص بالدايرة دي. انا لو حبيت هنا اكتب قيمة التعليمات اللي قدامي. انا بعمل الجدوى البتاع بابدأ هوت بقول زيرو زيرو زيرو. يا طرى الاول اقسم شغلي. هبص عندي. المجموعة اللي فوق تنفع تتخذ رصة الوحدة. تنفع تتخذ رصة الوحدة. يعني لو حملت اي زيرو زيرو. تمام? اور اي زيرو واحد. اور اي زيرو اتنين. دي كده تبقى رصة. طيب. الجزء اللي تحت. هل يجوز ان انا ممكن استخدمه رصة الوحدة? برضو عندي هنا يجوز. تمام? يعني يجوز ازاي موجود معايا? يعني انا عندي هنا برضو مفتاحين. اي زيرو تلاتة. واربعة. اور. وفي عندي خمسة. اي يوزر زيرو. ده مفتاح واحد. وده مفتاح واحد. وهنا مفتاحين اتنين. ممكن اخدهم بشكل مباشر بس ببدأ بالمجموعة الاول. يعني لو قلت هنا وكده مع بعض. انا هقول لود. اي زيرو زيرو. طيب. علاقته اي مع اي زيرو واحد? اور. يبقى اور اي زيرو واحد. علاقته اي مع اي زيرو اتنين? اور اي زيرو اتنين. تمام كده? دي كده بالنسبة لي ادي اول الرصة. دي اقول ايه? رصة. طب الرصة التانية. هقول لود اي زيرو تلاتة. لان ده مفتاح ومنفي. فنقول هنا ايه? اند نوت. اند نوت مين? اي زيرو اربعة. طيب. المفتاح ده اي زيرو خمسة ده برضو منفي. يبقى هنا هقول بقى اور نوت اي زيرو خمسة اور كيو زيرو. زيرو. دي رصة تانية. دي رصة ايه? تانية. طب علاقة الرصة اللي فوق دي بالرصة اللي قبلها ايه? اللي تنفقوا بعضها على خط واحدة همت. يبقى علاقة المفتاحين دول مع بعض مين? علاقة المفتاحين دول مع بعض اند. فبقوم عامل اند فراغ. وما كتبش جنبها اي حاجة. ثم تسوي الخارج كيو زيرو زيرو. سوي الخارج كيو زيرو زيرو. بارجع بقى رقم العنوان بتاعي بقول زيرو واحد. زيرو زيرو اتنين. زيرو زيرو تلاتة. زيرو زيرو اربعة. بعد كده زيرو خمسة. زيرو زيرو ستة. زيرو زيرو سبعة. زيرو ايه? تمانية. تمن تعليمات. حبيت بعد كده اسطر الجدول بتاعي واعمل التابول الموجود معي من تلات اعمدة. اعمله ما فيش اي مشكلة خالص. زي ما احنا شايفين كده مع بعض. دي بنسميها عندي قيمة التعليمات او ايه? طيب. يعني قيمة التعليمات. هل هو بيطلب هنا بس قيمة التعليمات بس. لا ده انا ممكن احاول رسم السلام. اذا الرسم السلامي لو جينا نحاول الجزء اللي موجود معي. الرسم السلامي. هحاول الجزء اعمل عبارة عن ايه الرسم السلامي اللي موجود معي? هبدأ اخد الخطوط اللي موجودة معي هنا. الخطوط. اللي هي بشكل افقي. هقلبها بخطر بشكل رأس. يعني لو جينا بصنا كده مع بعض اهوت. ادي اول مسلا خطي موجود معانا. خطينا رأسينا همت. اللي ودي مفتاح التاني معاها اور ودي مفتاح التالت اور اتقفل الخط مع بعضه اتقفل مع بعضه خلاص طيب مفتاح الاور اللي موجود معايا دولت ده اي زيرو زيرو وده اي زيرو واحد وده اي زيرو اتنين بعد كده الخط الاولاني امتد معا مفتاحين اتنين تانين واحد اتنين واحد مفتوح والتاني مقفوه المنفي يبقى عملت ادي مفتاح مفتوح المنفي واخد فيه شرطة ميلة كده تمام اللي هو اي زيرو ثلاثة. واي زيرو اربعة. تمام? طيب. بعد كده. قصاتهم بالتوازع على الخط التاني ده على امتداد الخط التاني. فيه مفتاح تاني منفي. بقوا معامل برضو مفتاح تاني منفي. ادي اي زيرو خمسة. طيب قصاتهم كمان خط تالت كمان مفتاح كمان. اللي هو كيو زيرو زيرو. والمفتاح ده مفتوح. ومكاتب كيو زيرو زيرو. بعد كده كلهم اتقفلوا مع بعض. اتقفلوا كلهم مع بعض. عشان اطلع الخارجي بتاعي ادي الخارجي بعملوه في شكل قوس. وقوم كاتب على الخارجي اللي قدامي في الرسمة اللي واتيه زيرو زيرو. ده بنسميه عندنا الايه? الرسم الايه? الرسم السلامي. رسم السلامي. او بسموه احيانا طيب ده الرسم السلامي. لو طلب مني ان انا ارسم الرمز المنطقي. ارسم مين? الرمز المنطقي. تعالوا نبصوا مع الرمز المنطقي. انا اول جزئية هيت معايا في رمز المنطقي. احنا حملنا بوابة اور بتلات مداخل قلنا ادي الدخل الاولاني كان اسمه اي زيرو زيرو وقلنا بعد كده اور اور يبقى انا برسم بوابة اور اكبر من اوسا واحد اور مين اي زيرو واحد ادي خط تاني اي زيرو واحد كمان اور اي زيرو اتنين ادي اي اور اي زيرو اتنين ادي تلات مفاتيح الدخل بتاع البوابة بعد كده دي كده رصة ادي كده بالنسبة لي ايه رصة طيب الرصة التانية قالي لوت تاني حمل من جديد بوابة جديدة البوابة دي عبارة عن ايه البوابة دي عبارة عن بوابة اند الاول بمفتاحين عنامة اند مفتاحين لو اي zero ثلاثة والمفتاح اي zero اربعة اربعة منفي اذا انا لو جيتها المنفي بقى بعمل دايرة مفرغة كده تمام واسميها ايه اي zero ايه اربعة تمام يبقى بوابة اند بعد كده قال لي اور اي zero خامسة منفي و اور كيوزر زيرو معنى كده ان نخلي بالك ان اور معنى كده مخرج البابا دي بتقى مدخل على طول البابا اللي بعدها طالما ما فيش يساوي. تمام? يبقى مخرج البابا دي ما تخلي البابا الايه اللي بعدها? قلت لي باباة اور? اور مع مين? مع مفتاحين كمان. مين المفتاحين دولت? خمسة منفي. يبقى انا بعمل كده ادي خمسة اي زيرو خمسة ده. وكمان مع كيوزر زيرو مش منفي بقوا معامل مفتاح واسميه كيوزر زيرو. عشان يديني ناتج الرسل اللي موجودة معايا. طيب بعد كرة لو لاحظنا احنا في البرنامج قلنا ناتج مجموع الرسلتين اللي موجودين معانا دولت. تمام? الرسلتين اللي موجودين معايا. عبارة عن ايه? الرسلتين باخد الاتنين مع بعض. الفراغ. بقم راسم بوابة وقم شايف الناتج بتاعي. اومت. ارمام مجموع الرسلتين عشان يديني الناتج اللي اللي كان اسمه كيو ايه كيوزر زيرو. تمام? يبقى انا اول حاجة ختها معايا. قلت بوابة اور. بيتلت مداخل اللي هو اي زيرو زيرو واحد و اي زيرو اتنين. وطلعت ناتج وسيط. مش هكتب عليه اي بيانات. طيب البوابة التاني جزء التاني. كان البوابة اند. اللي هو اي زيرو تلاتة مع اي اور مسلا منفي اي زيرو اربعة. تمام? بعد كده قلنا اور مباشرة يبقى الناتج الخارج بتاعها مدخل بعد كده البوابة اور مع اي زيرو خمسة منفي وكيوزر زيرو. وكان الناتج بتاعي برضو وسيط. بقى كده قلت في اند فراغ اند فراغ. هي مجموعة الرصتين اللي تن مع بعض. عشان يديني الخارج الايه? الخارج النهائي. طيب. انا كده عملت المخطط الرمزي الموجود معايا. وبكده بناحب اغلب الطلبات اللي بيطلبها على المسائل من النوعية دي يا جماعة هي مخطط الرمزي والرسم السلامي وقايمة التعليمات. اذا دلوقتي اسلوب المساجلات بيعتبر من الاسلوب المهم جدا انه هو اسلوب المساجلات الجماعية فيه اختصار بعض الدوار المنطقية اللي موجودة معنا هنا. طيب اختصار الدوار المنطقية دي بيتطلب مني اسلوب معين. لو كان مساجلات يبقى انا بس استخدم هنا باخد كل مجموعة. واقولي المجموعة دي اللي معايا ديت بتكون النتج بتاحنا اصلا امي زيروزيرو او امي زيرو واحد وبعد كده بجمع الاميهات دي مع بعضها عشان يديني ناتج النهايي. لو كان عندي بالنسبة للدوائر ديت اللي هو المسجلات الجامعية. لا ده انا باخد النتاج بتاعت السورة مجموعة رصات. وكل رصة بتبتيلي بحمل وبتبتيلي بانده وقور او كلاهما معا. وبعد كده بناخد نتاج وسطية لمجموعة رصات عشان تديني الناتج النهائي اللي موجود عندنا. طيب هنبدأ مجزء تاني وموضوع تاني معانا وهو بوابات الجامعة والاختيار اللي هو المنفردة. بوابات اختيار المنفردة يا جماعة نوع من البوابات الخاصة. ده نوع يعني عندي البوابات المنطقية فيه بوابات اند وفيه عندي بوابة اور وفيه عندي بوابة اننا في بوابة نت. طيب. النام يبقى انا ببدأ عندي هنا بوابة اور بوابة اكس اور لها بوابة الاختيار المنفردة اللي موجودة معايا. تمام? عبارة عن ايه بوابة دي البوابة دي هن بوابة اور كان الدخل امتى بتحقق لو كانت احد الدخول بواحد او كانت كل الدخول بواحد او معنى صح لو كان الدخل ده مزبت يعني لو كان عندي مثلا مفتاح من المفاتيح شغال او كانت كل المفاتيح شغال كان الخارج بتاعي بتحقق انما لو احنا جينا بصنا مع بعض بوابة اللي هو الاختيار المنفردة خلاص لأ الدخل بتاعي بتحقق فقط في حالة واحدة لو كان احد الدخول بواحد والتاني صفر. يعني الكلام ده ازاي? بسموا احيانا البوابة دي بسموا بوابة الاختلاف. بوابة الاختلاف على اساس ايه? على اساس ان هنا في بعض منظومات التحكم بتبقى محتاجة جزء صغير من بوابة اور. انت يعني انا مش هشغل الا ان كان في اختلاف في المنزومة. يعني مسلا عندي باب الباب ده مش هيفتح الا لو كان في فرق في الضغط ما بين داخل المكان وخارج المكان. يعني لو كان خارج المكان ضغط مسلا مخافض وداخل مكان ضغط من المرتفع. الباب ده مسلا يفتح. او الباب ده يقفل. ازا منظومة التحكم مش هتشتغل الا لو كان فيه اختلاف. عندي مسلا هويس بيعدي مسلا كمية من المية ما بين اتجاهين اتنين. الهنا كمية المية هنا لو عالية وهنا كمية المية ايه? منخفضة. تمام? يبقى عندي لو هنا منخفضة وهنا ايه? عالية. هنا بعتبر ده زير وبعتبر ده بواحد. يعني بعتبر ده بزير وده عندي بايه? بواحد. طيب. امتى الخارجي بتشتغل? او البوابة دي ممكن تفتح امتى? طول ما فيه فرق ما بالاتنين. لو هنا منسوب عيه لازم اللازم بوابة تفتح علشان تصرب جزء من المية الناحلى التانية. طب لو ده اللي عليه تمام? ودا الانخفض يبقى ديه برضو تفتح علشان تصرب جزء من ناحوا التانية. يعني لو كان ده بواحد وده بصفر او ده مثلا بصفر او ده بواحد بتشتغل. انما لو البوابة لو الاتنين فاضينة ولمية هنا منصوب المية منخفض ومنصوب المية هنا منخفض. يبقى ملهاش اي لازمة موجود معي. تمام? ملهاش اي لازمة ان انا عندي هنا موجود معي. اذا دلوقتي لو كان منصوب المية بتاعي منخفض والمنصوب التاني برضو منخفض. تمام? لا يبقى مش هيتشتغل. طب المية هنا عالية والمية هنا عالية. برضو عندي مش هتشتغل. تمام? يبقى انا لو منصوب الاتنين مع بعض. مش زي بعض مش هتشتغل. يعني لو كان برضو الاتنين بصفر ومش هتشتغل اذا انت تشتغل لو كان فيه اختلاف فقط يبقى اختلاف بتاعي موجود معايا تمام تمام طيب الاختلاف بتاعي بيكون موجود معايا هنا على الدايرة بتاعتي طيب لو جينا بصين هنا مع بعض الدايرة لو بينا بصين مثلا معنا على الشاشة ان الدايرة اللي موجودة عندي هنا معايا جماعة في دائرة التحكم او ايه هي المقصود بكلمة بوابات الجامعة الاختيار المنفردة بوابة الجامعة والاختيار المنفردة? احنا قلنا ديت. ابارة عن دخلين او اللي هي زو دخلين. الخارج فيها بيتحقق لما يكون احد الدخول بواحد او كل الدخول بايه? بواحد. يلا نبص كده معنا على الشاشة موجودة معايا كده. طيب ايه هي بقى بوابة الاختيار المنفردة? بتختلف هنا بيقول لي بوابة الاختيار زات الدخلين واللي بتحقق خارج. يا اما في حالة اشارة احد الدخلين بواحد تمام? واما اشارة كلا هما برضو بايه? بواحد. دي بوابة اور. انما بوابة اكس اور اللي احنا بنسمي عندي اكس بس اور فقط بتخرجي بتحقق لو كان اشارة احد الدخلين بواحد والدخل التاني بايه? بصفر. ازا البوابة بتاعتي هنا ما بيشتغلش. الا لو كان احد الدخول بتاع واحد والاخر بصفر. انما بوابة اور ممكن الدخل بيشتغل. لو كان احد الدخول بواحد او كل الدخول بايه? بواحد. طبعا واحد دي احنا بسميها والزيرو دي بنسميها لو ليفل. تمام? طيب. تعالوا نبصوا على اجزاء بقى بوابة اللي هي اكسوربي. الشكل اللي بتاعها عامل ازاي? اول حاجة بالنسبة للرسم الكهرابي. الرسم الكهرابي ده عبارة عن هنا مفتاحين اتنين. المفتاحين اتنين بيكونوا متعاكسين كل واحد بيعتبر بتلامس مزدوج. يعني المفتاح ايه? بتلامس مزدوج ده مفتوح والتاني اللي هو مقفول. والتلامس بيه ده بيكون عكسه. ده مغلق يبقى التاني لقصاده مفتوح. لكن هما في الاساس مفتاحين اتنين. اللي هو المفتاح ايه? والمفتاح بيه. طيب. المفتاحين دولت بيقوا عكس بعض. يعني لو اللي فوق هنا فاتح يبقى اللي تحت شغال. لو ضغط على اللي فوق بيعكس الانتجاه. تعالوا نبصوا هنا ترس سيبوا الجدول الاحتمالات او جدول الحقيقة. اللي قدامنا على الشاشة ده. احنا قلنا دولت مفتاحين. تمام? وخرج. يبقى انا عندي ده مفتاحين وخرجي. ازا فيه تلات اعمدة. العمود الاولاني هو ايه? والعمود التاني هو بيه. والخرج اللي هو زاد. تمام? طيب. احنا قلنا اول عمود الداخل. طب فيه كم صف في بوابة ديت? انا عندي هما داخلين. فاتنين قس اتنين باربع احتمالات. فانا عملت اربع صفوف قدامي كده. اول عمود بخلي نص صفار ونص واحد. فهنا في صفرين. وفي هنا ايه? واحدين. العمود اللي بعده خلاص نص اللي قابله. يعني زير واحد. زير واحد. الكلام ده استاندرد انا بعمله في كل الدواير. في اي دايرة من الدوايرة موجودة عندي او اي بوابة. اللي بيختلف معي الخارج. احنا قلنا بوابة اكسور هنا. امتى الخارج بيشتغل? الخارج بيشتغل بتاعه هنا. لو كان احد الدخول بتاعتك. خلاص? احد الدخول بواحد والتاني بصفر. ازا لو كانوا الاتنين بصفر ايه بصفر? وبي بصفر? مش هيشتغل. يبقى الخارج بتاعه بزيرو. لو كان برضو عندك هنا الدخل الاولاني. بالخري والدخل التاني بيه. بواحد؟ لأ هيشتغل. لا انه هنا مختلفين. طب لو التالت لو كان ده بواحد و ده بزيرو يبقى برضو هيشتغل. انما لو كانت البوابة بتاعتي خلاص مستوى منصوب الميا في نحيطين عالي مش هيشتغل. ولو كان برضو منخفض مش هيشتغل. يعني لو الاتنين بتصف برضو هيبقى بتصف. ولو الاتنين بواحد هيكون با ايه بواحد. انما انت اللي بيشتغل معايا لو كان هنا احد الدخول عندك بصف والتاني بايه بواحد يبقى الحالتين اللي في النص دولة هم بس الايه اللي هيتحققوا ده بالنسبة للتراس ايه تراس تيه والبتاعنا طيب انما المعادلة البولية هم معادلة الجبرية المعادلة جبرية او المعادلة المنطقية في بعض المساميات احنا كنا بنقول بوابة هنا لو علقت بوابة اور انه بقول هنا ايه اور بي كنت بعمل زائد بس او سبعة صغيرة كده بتساوي الخارج زد طب هنا بقى بوابة اكسور هتبقى بلاس زائد هنا جوا مين جوا دايرة يبقى دايرة هنا ومعمول جواها علامة زائد ده بيعتبر الرمز الخاص بالمعادلة البولية لبوابة اكسور ممكن اعملها بالطريقة العادية يعني انا لو مش عارف ان دي بوابة اكسور انا بعتبرهم قدامي اربع مفاتيح اربع ايه تلامسات بس كل تلامسين باسم واحد يعني التلامسين اللي فوق دولت هياخدوا نفس الاسم والتلامسين التحت هياخدوا نفس الايه نفس الاسم فانا لو قلت الخارج بتاعي اسمه زائد بيساوي عندي هنا في الطريقة وانا مش فيه اتنين اند اللي هو ايه اند نقط اللي هو بي فانا عملت هنا ايه واند عملت النقطة دي بتمثل علامة اند والبي والبي منفي فوقها ايه شرط طيب وفيه كمان مفتاحين تانين اللي هما هو بقيت اللي هو عندك المفتاح برضو ايه اللي هو موجود معاي يبقى ايه منفي بس ده منفي هنا بقى المرادة فعملت ايه فهو شرطة منفي علاقته اند مع بي نقطة هوت اند مع مين مع بي يبقى ممكن اعملها بالطريقة العادية اللي هي باستخدام بوابة اور واند عادي خلاص وممكن اعمل المعادلة بتاعتي باستخدام او يدين رمز مباشرة اللي هو بتاع بوابة اكس اور اللي عندي طيب لو جينا بصنا بقى للادر او الرسم السلامي الرسم السلامي ممكن اعمله برضو بالطريقة العادية ان انا شايف ايه ان فيه مفتاحين اتنين اند الاولاني كان مفتوح والتاني منفي وصادهم اتنين توازي مفتاحين اتنين اند اللي هو الاولاني اي زيرو واحد خلاص منفي واي زيرو اتنين ايه مفتوح بعد كده جمعت الاتنين مع بعض بتسوي الخارج اللي عندي تسوي الخارج الايه اللي عندي طيب الرمز المنطقي ده ده الرمز المنطقي الموجود خاص بوابة اكس اور مباشرة يعني عندي هنا البوابة دي قلت بداخلين طيب هناك كنا بقول في بوابط أكبر مني أو يساوي واحد بوابة XOR يساوي واحد بس يساوي ايه واحد بس يبقى عندي داخليه اللي هو A و B خلاص هنا يساوي واحد اللي هم علاقتهم مع بعض XOR بتساوي الايه بتساوي الخارج وده الرمز المنطقي اللي عندي طيب لو جينا بصنا بقى الانستركشن لست قائمة التعليمات قائمة مين التعليمات اعملهم كنا اعملها بالطراء العادية خالص الطراء العادية اللي هي عندك ايه ان انا برضو شايف الاتنين دول مع بعض اللي هو A و B المفتاحين اللي في الاول دولت تمام والمفتاحين اللي قصادهم برضو بنفس المسامات بتساوي وبعد كده الاتنين مع بعض أور بتستدام المسجلات الجامعية اللي لسه متكلمنا عليها من شوية تمام عشان يساوي الخارج يبقى انا هنا لما جاك تبقى من التعليمات هسمي الاول ان ال ايه ده اي زير واحد والبي اي زيرو مين اتنين خلاص والخارج زد هسميه Q زيرو واحد يبقى انا هقول دولة لود I zero واحد and not I zero اتنين قدامنا هوت لود I zero واحد and not A I zero اتنين تمام طيب المجموعة التانية اللي موجودة عندي طيب انا هنا المفتاح التاني ده المفتاح الاول اي منف يبقى اقول لود نوت لود ايه لود نوت I zero واحد and I zero اتنين طيب علاقة الرصتين مع بعض ايه أور تمام اذا انا عملت أور في فراغ بتساوي الخارج Q زيرو واحد وفراغ بتساوي الخارج ايه Q زيرو واحد طيب لو جينا بصين هنا ممكن اكتب هنا قيمة التعليمات والرسم السلمي بطريقة مباشرة طبقا لبوابة X or ممكن ان انا هنا كل اللي عندي مش عندي هم مفتاحين اللي هم I zero واحد و I zero اتنين تمام فانا خدت خط واحد ورسمت عليه I zero واحد و I zero مين اتنين والعلاقة بينهم ايه X or لازم اكتب ديه كده ما بينهم عشان انا مش هفهم كده المفتاحين دول مع بعض اللي يعرفني انهم X or لازم اكتب هنا الصيغة اللي موجودة عندي هنا باخد اللي اتنين توالي واكتب ما بينهم X or بتساوي اللي ايه الخارج اللي عندي يبقى ديه بطريقة مباشرة دي بطريقة مين المباشرة الخاصة ببوابة X or برضو هنا لو بكتب قيمة التعليمات هم مش احنا بقول المفتاح ده علاقته مع المفتاح ده X or تمام ازا انا ممكن اقول ده لود I zero واحد X or على طول X or I zero اتنين بتساوي الخارج الموجود معايا اللي هو كيزر ايه كيزر واحد ازا دلوقتي انا ممكن اكتب هنا قيمة التعليمات بشكل مباشر وممكن اعملها بهوة بمعلومية بوابة or وand زي المسال الجزء اللي فات طيب احنا دلوقتي اخذنا بعض الاجزاء تعال نبص برضو على مخطط الحالة مخطط الحالة احنا عارفين ان احنا بنرسمه طبقا لترسبه الجدول الحقيقة وجدول الاحتمالات اللي قدامنا على الجهة اليسرى ده طيب المخطط ده لو احنا جينا بصينا الطرف V في الاول كان عبارة عن ايه نبضة بصفر ثم فيه بعد كده واحد وصفر واحد وصفر انا هنا عايز اعمل اختلاف الجزء الاولاني فيه هنا صفرين وواحدين تمام كل ما بين خط وخط والتاني الشرط ده ده بيعتبر نبضة انا لو ثبت الوضع دلوقتي بدأت اول جزء نبضة بزيرو زيرو يعني تحت واحد فوق تمام زيرو ايه تحت واحد فوق دي اول نبضة بعد كده هاخد دورة كاملة يعني نبضتين اتنين مع بعض دورة كاملة نبضتين اتنين ايه مع بعض بواحد ثم نبضتين مع بعض بزيرو وهكذا كرر الكلام ده على الاقل خالص اعمل الاربع احتمالات دولت لكن انا ممكن ازود لان المجموعة ممكن منظوم التحكم ترجع تكرر نفسها البير باخد هو باب ده هنا دورة كاملة بزيرو ثم دورة كاملة بواحد وهكذا تعالوا نبص هنا جدوى الاحتمال انا باعمل هنا مقارنة بقى نبضة نبضة الجزئية دي في البي خلاص حالتها ايه زيرو واللي قصادها ايه حالتها ايه برضو زيرو بارجع للتيبلز الموجود معي لما يكون الدخل الاولاني عندي بزيرو والتاني بزيرو كان الخارج بايه بزيرو امتراسم هنا نبضة اللي يزد زيرو خليتها تحت كده طب الجزئية اللي بعدها كده اللي هو الدخل الاولاني فوق هنا ده بايه ده طالع فوق يبقى ده بواحد طب والدخل التاني موجود معي ده بايه بزيرو لما يكون هده الاي بزيرو والبي بواحد الاي بزيرو والبي بتاعي بواحد كان الخارجي هنا بواحد لأ ده امت طالع فوق اهو امتراسم النبضة بواحد طب الدخل اللي بعد كده النبضة دي حالتها ايه حالتها واحد واللي قصادها برضو التانية الدخل التاني واحد. طب نشوف الجدول لما كانوا الدخلين او بي بواحد الاتنين كان الخارج بزيرو امتنازل تحت وهكزا. من الاخر احنا ممكن نبسط على امورنا. احنا لو عملنا النبضة الاولينية خلاص بعد كده بالنسبة لبوابة بتكون نبضة هنا فوق بواحد ونبضة تحت بزيرو. ولو احنا ماشينا كده باستمرار مع اي نبضة وجينا اختبرناها هتكون صحيح. يعني وجينا مسلا نبضة لقابل الاخيرة دي. هنا الدخل عندي هنا بايه? بواحد. والدخل التاني بواحد برضو. كان هنا الخارج اللي اقصادهم ايه? زيرو. لو بسط في الجدول لما كان الدخل اوليني بواحد والتاني بواحد كان الخارج بتاعي بزيرو. تمام? دي كده بالنسبة لبوابة اكس اور. ازا بوابة اكس اور بتعتبر من البوابات المهمة الموجودة عندي يا جماعة في دوائر التحكم والبوابة ديت من الدوائر اللي احنا بنستخدمها بشكل خاص في حالات خاصة. في حالات ايه خاصة? بوابة اكس اور بسموها بوابة الاختيار المنفردة او المحددة. تمام? ودي بسموها اكس بلوس اور. ودي بنحضرها رمز المنطقة او رمز عندي اكس او. لما يجي اكتب قائمة التعليمات او بعمل لها بكون عندي في رمز المنطقة بتاع بقول لي ساوا واحد او في المعدلة البولية بحط الزائر بتاعتي داخل دائرة. انما لو جينا نتكلم بقى على بوابة اكس نور. دايما طالما دخلت نور او دخلت بوابة مع بوابة موجودة معايا. يبقى هي عملية نفي. يبقى انا هنا محتاج هنا هنفي الدخل الخرج بتاع بوابة اكس اور. يبقى لما تقول لي عرف لي هنا بوابة اكس اور اقول لك هي عكس خرج بوابة اكس اور. يبقى بوابة اكس نور تاني هي عكس خرج بوابة مين اكس اور. تمام? يبقى البوابة دي باخد الخرج بتاع البوابة اللي احنا كنا شغالين فيها وهنفيها. هعكسه. البوابة دي بنسموها بوابة لمانع. وحنا بنسميها بوابة الاتفاق. اتفاق بمعنى اي دلوقتي. ان انا النهاردة لو انا بشتغل دا يريد التحكم. وزي ما دربت مسالي اللي فات. في بعض المنظومات ما بتشتغلش الا ما يكون في تساوف الضغط. ما بيلي اننا احترفين للتنين. ازا انا المنظومة اللي عندي دي هتشتغل لما يكون هنا الضغط هنا زي الضغط هنا. تمام? يبقى اللي اتنين مسلا بواحد. سواء بقى الضغط عالي في الناحيتين هتشتغل المنظومة او الضغط منخفض في ناحيتين هتشتغل المنظومة. انده ما طول ما فيه اختلاف بالضغط ما بيفتحشي مسلا المنظومة او المنظومة دي ما بتشتغلش. ازا هنا انا باخد الحالة التانية ازا هي عكس خارج بوابة اكس اور. عكس خارج بوابة مين? اكس اور. طيب البوابة دي كان في اللي فاتت كنا بنجي نعمل مفتاحين قصاد بعض. كلهم مسلا مفتاحين توالي. ومفتاحين اصادهم توالي. خلاص والتنين عكس بعض. لا انا هعمل ام الاتنين هنا مفتوحين يا ام الاتنين ايه مقفولين. ازا بوابة ايضا من بوابات المهمة جدا في دواية التحكم اللي بيستخدمها بس في اغراض خاصة. اغراض خاصة في منظومات شغل تبريد وتكيف. طيب تعالوا بصوا كده معايا. بوابة اكس اور. الموجودة عندي هنا يا جماعة واكس بوابة اكس نور بعدما عرضناها عبارة عن ايه? لو جينا هنا بوابة الاختيار المحددة او منفرد. بسمي عندي اكس نور. ازا انت داخلت بوابة نط معي. بوابة ايه؟ نط معي. بنطلق عليها قلنا بوابة الاختيار نفي الاختيار المحددة. بنسميها احيانا بوابة لا مانع. ممكن يجيب لك في بعض اسئلها في الامتحان. يقول لك يطلق عليها بوابة لا مانع. اقول له اكس نور. خلاص او يسمى بلمقارنات خلاص يبقى دي بوابة برضو من اكس نور. تمام? يبقى طب ايه يا بقى بشكل تاني? يا بوابة دي فيها بيتم نفي خرج بوابة من اكس عن طريق بوابت ايه? عن طريق بوابت نط. يبقى انا بنفي هنا بوابت اكس اور باستخدام بوابت مين? بوابت نط. ازا بوابت اكس نور تسمى بوابت لمانع. خلاص? وحنا بنسميها او المقارنات. طب هي عبارة عن ايه? هي عبارة عن نفي خارج بوابت اكس اور. طب بنفيها ازاي? باستخدام بوابت مين? باستخدام بوابت نط. تعال لن كم نشوف بقى داري التحكم بتاعتنا? دي ريت حكهم بتاعتنا برضو عبارة عندي عن مفتاحين اتنين زي التنموسات الفاتد بس لو لوحزتم في كان الاتنين ده مفتوح واللي بعضو توالي منفي. وكان الاتنين لقصدهم عكسهم. لا. هنا الم practice. يا اللي تنين هنا مفتاحين يا اللي اتنين منفيين. خلاص? التناموسين اللي فوق. اللي هم التناموسات ايه اللي موجودة معايا ديات? عبارة عن التناموسين اللي هو اي زلة واحد. خلاص؟ يا بار ده اي زيرة واحد ده اي وبرضو اللي هما بيه هسميهم اي زيرو اتنين اي زيرو اتنين وده اي زيرو اتنين. طيب لو جينا بص هنا ليه جدول الاحتمالات او جدول حقيقة. بنفس الطريقة اللي رسمنا بها وعملنا بها الجدول اللي فات هو نفس الجدول بالزبط. بس اسناء. حاجة على عمود الخارج اللي هو زد. في اللي فات كانت الحالتين اللي هما الحالة الاولنية والحالة الاخيرة كانوا ايه? مش كانوا بصفر. لما كانوا الاتنين بصفر كان بصفر. ولما كان اتنين بواحد كان بواحد. خلاص واللي كان في النص هما البحاية. طب ما انت هنا نفيت الخارج. يعني هنا المفروض هنا باجي على العمود زد هنا وان في العلاقات الموجودة فيه. يعني المفتاح اي زيرو واحد ده خلاص المفتاح الاولير ده هيكون بواحد. خلاص والحالات التانية والتالتة هتكون بزيرو. والرابع هتكون بايه? بواحد. يعني لما يكون الداخلين بصفر ده يبقى بواحد. ولما يكون الداخلين بواحد هيبقى بواحد انما لو فيه اختلاف هيكون بايه بصفار ده بالنسبة للتراس تيبل او جدول الحقيقة لو جينا بصين هنا لقيمة التعليمات لو انا عملتها بالطريقة العادية خالص اللي هو باستخدام بوابة اور وبوابة خلاص انت لان انا هقول هنا لود اي زيرو واحد اند اي زيرو اتنين بعد كده هاخد دي رصة تانية خلاص لود نوت اي زيرو واحد اند نوت اي زيرو اتنين علاقة الرصتين مع بعض اور فيين في فراغ اور في فراغ عشان يساوي الخارجي التاعي اللي هو الخارجي كيوزيرو زيرو واحد زي ما انت فرضه في المسألة اللي موجودة معنا تمام طيب انا دلوقتي لما جيت هنا عملت بتحملت هاخد المفتاحين دولت مع بعض انت والمفتاحين دولت برضا مع بعض انت والا قدتهم مع بعض اور بنساوي الناتجي اللي هو الخارجي بتاعي النهائي طيب لو جينا بصينا ليه جزئية تانية عندي المعادلة المنطقية والمعادلة جابيليا بوابة اللي نفي الاختيار المحددة او المنفردة. ممكن اعملها بطرقتين. قلنا دلوقتي اللي فاتت كان بوابة ايه? يعني اخدنا الرمز المنطق الموجود على اللي مين قدامي ده? الموجود اللي هو الرمز اللي هو موجود معايا في المعادلة. قلت ايه? اللي قلنا زائد جوة داري بنطها مين? يعني او قلت ايه? خلاص اكس اور بي بتساوي زد اللي هو الخارج بس الخارج منفي. مش احنا عرفنا ان البوابة دي هي بوابة اكس نور هي بوابة بس الخارج بتاعها منفي? خلاص? يبقى انا باجي هنا على زد وحطه فوق الشرطة على اساس ان انا فد ده. طب اعملها بالطرقة العادية. الطرقة العادية عندي الخارج اللي هو زد. ادي زد. والدخول بتاعتك في اتنين مع بعض واتنين مع بعض. اللي هو الاولين مفتوحين هو الاولين مفتوحين. يبقى مفتوحين. مفيش حاجة علوم منفية. والاتنين التانيين اللي هو بس اللي اتنين منفيين. اللي هو قلت ايه والاتنين ايه منفيين. علاقة اللي اتنين دوله مع بعض ايه ار متحط زائد في النص اللي يعني بوابة ايه ار ما بين البوابتين اللي عندن. يبقى الرمز اخلي بالك المعادلة الموجودة عندي ده خلاص على جزء الشمال ده. ده معادلة لو انا بستخدم اللي هو البوابات اكدامي هنا. على اليمين. لو انا بستخدم البوابة بشكل مباشر. تمام? تمام? طيب لو انا عندي هنا بصين الدايلة القدام. انا الرمز المنطقي. الرمز المنطقي البوابة اكس زي الرمز المنطقي ببوابة XOR بالزبط بس هنا باجع على الخارج نقطة الخارج Z وعمل هنا دايرة المفرغة دي اللي هي بتدل ان ده الخارج سالب او الخارج منفي اذا هنا نفس الرمز المنطقي للبوابة بتاعت بوابة XOR بس الخارج بتاعها بيكون ايه بيكون منفي طيب لو جينا الراسم السلامي بالطريقة العادية مفتاحين اتنين AND مع بعض اللي مفتاحين I00 I01 توالي ومفتاحين قصادهم اتنين تانين AND اللي هو I00 I01 الاتنين دول مع بعض برضو تولي بس الاتنين منفيين قد فيهم الشرطة الميل ايه وفعلتهم مع بعض وطلعت الخارج لو كي يزيروا ايه كي يزيروا واحد دي بالطريقة العادية انما لو احنا جينا بصينا بقى على مخطط الحالة طبعا هقولنا مخطط الحالة احنا بنرسمه بناء على مين بناء بنرسمه على جدول الحقيقة جدول مين الحقيقة طيب لو جينا عندي هنا جدول الحقيقة للمخطط الحالة زي ما عملنا مرة فاتت نبه وبعد كده دورة فوق ودورة تحت تمام اللي فوق دي قلنا بواحد والتحت بزيرو ثم بعد كده دورة بصف وبعد كده دورة بواحد اللي هو الدخل اللي موجود التاني وبعد كده بعمل عملية مين مقارنة لو خدت الدخل الاولين لحلت جزئية دي بزيرو والقساطها بزيرو لما كانوا الوتين بزيرو كان الخارج بايه بواحد ومتطلع الخارجي كده شرطة فوق اهي بعد كده الدخل اللي بعده هنا بواحد والتاني بزيرو لما كان الاولاني بواحد والتاني بزيرو كان الخارجي بتاعك بزيرو امتنازل لتحت وهكذا باخد بقية النبضات جزء الاسفل وجزء الاعلى بالترتيب كده معاين وهيطلع معايا الدايرة بشكل مصبوط طيب احنا بكده نكون بوابة اكس اور بوابة اكس نور ناخدنا مع بعض البوابتين الاثنين وهنا اتكلمنا مع بعض النهاردة على المسجلات الجامعية كأحد اساليب البرمجة الى مستخدمها اعماية استكملا لاسلوب اللي هو المسجلات اللي استخدمناها المرة اللي فاتت وكان الاسلوبين الاتنين بس حضرهم مع الدوائر الكبيرة اللي بتكون بتجمع بوابة اند وبوابة اور مع بعض اكتر من بوابة مع بعض بدائرة واحدة بعد كده تطرقنا للجزء الخاص ببوابة اكس اور وبوابة اكس نور ودي حالات خاصة من بوابة اور او بوابة الاختيار ولكن الفرق عندي ان بوابة اكس اور خلاص الخارج فيها بتحقق لو كان احد الدخول بواحد والاخر بصفر انما بوابة اور الخارج بتاعي فيها بيتحقق لو كان احد الدخول بواحد او كل الدخول بواحد. بوابة اكس اور هي عكس خارج بوابة اكس اور يعني لو احنا برسمنا البوابة دي التانية زيها بالزبط بس باجي على كل اشارة من الاشارات الخارج بن فيها او بعكس البوابة. الوقت المر بينا سريعا وان شاء الله بامر الله احنا استكمل حلقتنا والعايزين اعرف اسليب اكتر من على بوابات الاختيار المحددة او المنفردة في الانظمة المختلفة ان شاء الله هيكون لقائنا في الحلقة القادمة وانشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته